تحت عنوان العودة الطوعية لا تزال ألاف العوائل تغادر المخيمات في نينوى إلى مناطق سكناها الأصلية أو غيرها وهذا مخيم السلامية آخر المخيمات الذي سيغلق بعد أن غادرت منه أكثر من أربعة آلاف عائلة خلال الفترة الماضية عوائل عادت لأنها لا تمتلك خياراً آخر وبعضها أجبرت على العودة إلى مناطق لا خدمات ولا حياة فيها وما يهم الحكومة أنها قد قالت الكلمة وستنفذ القرار على فئة طحنتها الحرب هائمة على وجوهها من نزوح إلى آخر بعض العوائل أخذت الخيام معها ورحلت وأخرى قد رحلت فتشابهت الحروف واختلفت الخيارات والنتيجة واحدة عوائل سيكون مصيرها التشرد والضياع إن لم يكن هناك برنامج حكومي لرعايتها بحسب تحذيرات منظمات حقوق الإنسان ومن أصل ستة مخيمات كانت موجودة في المحافظة سيبقى مخيم واحد فقط يتواجد فيه عوائل عناصر التنظيم التي لا تزال ملاحقة عشائرياً وفيما يخص ملف النزوح في غرب نينوى فقد عادت أعداد كبيرة إلى غربها خلال الفترة الماضية باستثناء مناطق زمارة وسنجار وغيرها التي تشهد خلافات وصراعات سياسية أما إلى جنوب المحافظة فأكثر من 90% قد عادوا إلى قراهم ومناطق سكناهم وإلى شمالها فذات الإحصائية أيضاً موجودة أما إلى مناطق شرق نينوى وسهلها فقد عاد قرابة 70% من النازحين بحسب الإحصائيات الرسمية وما تبقى ممن لم يعودوهم من المسيحيين والأيزيديين ممن تركوا البلاد بعد عام 2014 أو استقروا للعيش في إقليم كردستان وبحسب الترجحات فإن ملف المخيمات سينتهي قريباً ويبقى في نينوى مخيم واحد فقط لعوائل عناصر التنظيم والذي وصف بأنه القنبلة الموقوطة التي لم تجد الحكومة المركزية حلاً لها حتى اليوم من الموصل محمود الجماس قناة التغير